براحة فيكم مشاهدينا وبحييكم من وين ما كنتو عم بتابعونا وابندعيكم لمتابعة حلقة اليوم من بتحلى الحياة على شاشة البيتو مشاهدينا أكيد مواضيعنا فقاراتنا وضيوفنا منوعين وضيفتنا لليوم جاي خصيصاً لعننا من بكفية ضيفتنا هي رئيسة بلدية بكفية الشيخة نيكول جميل أهلا وسهلا فيك ياهلا مع اقتراب الأعياد أهم شي نزور مدينة بكفية يلي هي عم تلبس حلة العيد يمكن بعد ما ضويتوا الشجرة ولكن قريباً رح تضوها وهيضا التفاصيل اللي اليوم نحنا مجموعين تنحكي عنهم أهلا وسهلا فيك الشيخة نيكول جميل أول شي خابرينا كيف بكفية بهالعصب عظيمة شتقنا لشوية برد وشتب واجروا على الوقت بس إن شاء الله يخفوا قبل افتتاح مهرجان نهار السبد إن شاء الله يكون التقس أزبط أحسن شوي من اليوم كرمل الأولاد حراف مازبوط كرملنا كلنا عاك الحال بكفية هي مقصد لكل الزوار اللبنانيين والمغتربين إن كان بالصيف أو بالشتة رح نحكي أكيد والبلدي أكيد يكون مزينة بعيد الميلاد بصين كتير حلوة والزوار مهيئين حالهم محضرين كرمل استقبال للزوار نحكي عن مرشد نوال اللي رح يكون افتتاحه نهار ثلاثة كانون الأول بيستمر لغاية ثلاثين الشهر وبيكون يوم خميس جمعة ثابت وأحد خبرنا عنه مزبوط أول شي زينة زينة بكفية دايما بتكون يمكن مميزة لأنه عنا هالأرزات الطبيعية اللي موجودين بكفية بنص ساحة لك ما بنعوز نستعير شجر إصطناعي أو نخترع شجرة شجرات موجودين شمخين بطير العقل نحنا ما قلنا كتير جميل نحنا ما عم نعمل إلا نزين بشكل بسيط هالأرزات وعم بيطلع افا كتير كتير حلو وفكرنا أنه لازم هالزينة أنه يكون كمان مع نشاط تكون فيه حياة أكتر وهيك طرعت نشأت فكرة المرشد نوال يلي هو سوق بس مش أبدا بالمعنى التجاري ما نطول سوق تجاري تقولك صراحة ما عم نلاقي الكلمة يلي منترجم فيها مرشد نوال لأنه من روح على سوق وسوق تارم تجاري ما كتير بيناسب لأنه هو بيجمع أهل بكفية كلهم تيشاركوا بهالمرشي ممكن كمال هيك العيلة مجتمعة بحس بكفية مضبوط لأنه الأهال هنا اللي عم بيشاركوا مضبوط يلي عم بيستفيدوا من هالكيوسكات يعني هني ولا بيتأجروا ولا بيدفع شي بدل لاستعمالهم هني بس محطوطين لأهل الضيعة يستفيدوا منهم ويبيعوا منتجاتهم أكترية هني حرافية ويستقبلوا بعضهم لأهل الضيعة وزواري اللي بيجوا من برات بكفية كمانا بيستفيدوا من هالجو العائل الضيعة والمحط عكل حال على حديثنا نحن عم نشوف صور من زينة بكفية وأجواء بكفية الميلادية الرائحة الحلوة كتير هولي صور من السنين المضيو بيفرجوا شوي هيك تأخذوا فكرة شوي عن الزينة وعن الأجواء يلي بتكون بقلب المرشد نويل في نشاطات كتير هون عم نشوف صور الديس للولاد الأباء الرعاية بكفية بيحيوا الديس بالدرج بطريقة هيك مبسطة تا يقدروا الولاد يشاركوا بالديس وهون عم نشوف فرق كمانا بتيجي بتعمل أنيماشيون كلها إشياء بسيطة بس بتاعت جو عيد وجو فرح كل الأشخاص يلي بيجوا بيحسوا بهالجو وجو الفرح وكل الدخول مأكد مجانة وكل هالأنيماشيون اللي بتشوفوها اللي عم بتشوفوها كنتو بالصور مجانية بقى كل الناس بيجوا مرتحين يع ما بيعطلوا هم مصروف أو شيء هالشي يعني بيؤدي إذا بس تمشوا بيحسوا بكفية بيغير وجو معولده مزبوط مزبوط هي مساحة مفتوحة للجميع ليجوا يتمشوا ويتمتعوا بأجواء أجواء الميدات مثل ما ذكرنا أنه للسنة الخامس يعني عنكم تشالنج كتير كبير أنه الزينة كل سنة تكون أجمل من السنة اللي قبلها أداعي نكون التشالنج هون أنه تتعملوا زينة بكفية مزبوط أنه عم نجرب كل سنة نغير شوي هالسنة في تغيير يعني يلي طلع سنة الماضي ورح يطلع السنة رح يشوف فيه فرق بالزينة بقدر الإمكان لأن تعرفي هولي شجر كتير كبار وبساحة كتير كبيرة وكل غيار صغير بسيط بالزينة بيكلف طبعا بيكلف كتير بقى جربنا نغير شوي بكلفة معقولة وإن شاء الله أنه يلي رح يزورونا السنة رح يشوفو فرق بسيط بس حلو فعال وفيه سنة الماضي كمان زيادة للزينة الموجودة من وقت ما خلق مركز فرز النفايات بكفية يلي أنجزناه من شي سنة وشوي كمان فريق بيكلين يلي هو هالمركز الفرز بحب يشارك بالزينة وسمة الماضي عملو شجرة من كوتشوك ونفايات تنك وإزيز هالسنة عملو شجرة هادي كمان شي كتير حلو سوربرايز رح تكون هادي هلا عم بيركبوها رح يكون شجرة معمولة بس من الإزيز الملون طولة 7 متار وفيها أكتر من ألف قنينة إزيز ملون هلا بديك تسأليني ليش إزيز ملون بالزيد لأنه الإزيز الملون ما عنا قدرة بلبنان لإعادة تدويره نقدر نرجع نعيد ندور البلاستيك التنك الإزيز الشفاف بس الإزيز الملون ما فيه مصنع بيقدر يعيد تدويره بلبنان وهي دي مشكلة كبيرة بقى هالإزيز بما أنه نحن بنفرز نفاياتنا وما منكبه عم نرجع نعيد تدويره على طريقتنا يلي هي بخلق شجرة معمولة من هالإزيز شيخة نيكا الجميل رح مشوف سوا بيها الشريط نشاطاتك الغنية رح يكون فيه بالإضافة لبايع الدرق كفواكي رح يكون فيه كتير إشي مشتقات جديدة للدرق يعني أول شي يلي بدو يطلع من بيروت رح نقوله لعنا برودات بيجننوا بفتكر رح يرقدوا على البرود وبعدين الإشي يلي رح نضيفهم إياها من معمولة من المشتقات الدرق مش ديقة غير محل ما فتكر حدا إيكل منقوش على الدرق ولا كاسر عرقاته بدرق كتير شجعوني أهالي ضايعتي إنو أترشح وكنت لها لما أخذي القرار واليوم شفت إنو بتكون قنانية مني إنو ما أترشح لأن شفت إنو بقدر أعطي بالمجال الإنمائي والاجتماعي بدنا نقوم بمهرجينات نحكى فيهم عيد الميلاد على الدرق وقدرنا نساعد بإنشاء هالمصنع هيدا لجامعة والجامعة النفية وقتا بلشنا نحنا بكفية فرزنا الزبالة بالطريق يعني كانو كوام الزبالة غطصنا بكوام الزبالة وبلشنا نشيل الكرتون لابدنا للبيئة نحمله بالكاميونيتي يخد أقل محال وشفنا إنو الكرتون إله حال وبعتنا مع عامل ريسيكلاج الكرتون وشوي شوي شفنا إنو الحال هو إنو نفرز شلنا كل المستوعبات صلنا نجامع الزبالة فرد محال ونفرزها يعني أكيد يعطيك ألف عفعة كل هالنشاطات المهمة يلي عم تومي فيها حكينا عن شجرة النفعيات السنة الماضية كمانا كان فيه تحدي لهو البش دونوال يلي أهل بكفية هني يلي قدموا ولا كان فيه كومباتيتورز بالكوين لا لا الحقيقة رح إليك أول شي طلعت الفكرة أنه لازم نزيد شيء للمرشيد نوال كان من بعد أول سنة طلقنا المرشيد نوال أنه لازم يكون في شيء هيك يجزو بقلنا أحسن شيء نعمل نتصل مع جينيس بيحضروا الجينيس بوك نوصها جينيس الأرقام نعم ونشوف أنه بركة بنعمل بيوش دونوال تقطع الضيعة كلها تكون كتير كبيرة ونكسر الرقار الأطول بيوش نعم وإننا رشاج شفنا أنه أطول بيوش بالعالم 1370 متر يعني مش كتير يعني عادي شفناها شوي صعبة بقى رجعنا شفنا المشروع على إياسنا وإننا بنعمل أطول بيوش بلبنان مش كتير وهيك طلقنا تحدي أطول بيوش بلبنان بس لحد هلأ ما حدا رد التحدي بعملنا أول سنة بيوش 40 متر ثاني سنة 50 متر آخر سنة من هديك السنة كانت 60 وهالسنة رح تكون شوي أطول من 60 متر أكيد ياللي بيعملوها هنه بكفية عنا ستة باتيسريب بكفية كل باتيسريب تقدم قصم جزء جزء من هالبيوش اللي بتتركب قدام الموجودين بيكونوا بالمرشيب كلمة للزوار يعني بيكونوا مختلفين بالطعمات حسب كل باتيسريب ولا بيكونوا ماتفقين على نفس لا هنه بنعمل اجتماع كلنا سوى الستة يعني مع منظمين المرشيب وبيتفقوا على زيت الزينة من برا بس جوا كل واحد بيعمل يعني في مننا على شوكولاة في مننا برالينة في مننا كل واحد بيعمل شيء بس الزينة من برا بتكون موحدة وما بعرف امكان ما بعرف اذا في صور بس بتكون يعني السنة اكتر شفنا صور على حديثنا اوليك رح يتجرق احدا يتحديكم السنة نحن نمتح للحياة لكن الرأسة البلدية يتحدوا بكفاية برد البش شايخة تنحكي شوي كمان عن نشاطات الولاد يلي كمان لازم نكون حصة كتير جديرة بها المهرجان يلي بتقوموا فيه شو النشاطات يلي رح تقوم فيها رح قالك نحنا اساسا انطلقت فكرة المرشيه من ورا الولاد لانه كان عندنا مدرسة القلبين الاكدسين بنص صحة بكفاية وكانوا كل سنة يعملوا ريسيتال ميلادي بقلب المدرسة بقى قررنا نهار مع رئيسة المدرسة انه خلينا هالريسيتال نعملوا بنص الزينة بالصحة وهيك اول سنة كان بس فيه ريسيتال تبع السنكور وبعدين اتطور للمرشيد نويل لغير اشياء بقى هلأ بعد الحصة الكبيرة لها الكورال تبع السنكور يلي هي كانت الاساسة مكملة معنا كل هالسنين وهالسنة اي ليلة رح يارضوا فيها؟ بفتكل لدزويت اوكي في البروغرام بس ادما سنة مغيرين بها البروغرام انا ما بق حافظة بفتكل لدزويت في اللا كنا لنا في البوش في القرال في سبكتاكل للوليد في حلبة اي سكيتينج في سبكتاكل سيرك يعني كل يوم في شيء للوليد حتى في نهار عنا كمان مدرسة جيمناستيك بكفية بيجو بيعملوا كمان شو في حصة يعني اكتر سبعين بالمية من السبكتاكل يلي بينعملوا من الشو يلي بيكونوا معروضين على المسرح انه من ولاد بكفية واكيد فيه اشياء كمان زيادة ومنهم ما بدنا ننسى الديس يلي انا لقلي اهم شيء انا كتير بحب انه الطابع الدينة يطغي على هالمناسبة اللي هي ولادة يسوع المسيح ولادة يسوع المسيح من هيك هالسنة تضوية الزينة رح تقوم قدام المغارة نحن عنا مغارة كتير حلوة بكفية رح تكون تضوية المغارة والزينة مع بعضها ومن المغارة نرجع من انتقل على المرشي الديم مهم انه الاطفال يكونوا موجودين بهالعيد لانه بالنهاية العيد هو لهم الدخول المجاني مثل ما قلنا شيخال للاطفال لكل الناس لكل الناس اكيد واكيد للاطفال المدارس قداب تجتمع على انه الطلابة يكونوا موجودين هل في تعاون بينكم وبين مدارس المنطقة انه يتواجدوا بهالمهرجين الميلادي مضبوط هلا المدارس تارف المرشيه ما انه باوقات المدرسة نعم بوقت الفرصة لا قبل قبل الفرصة بيكونوا ببلد شوي قبل قبل الفرصة وبعدين هلا فيه كمان شوي شي سلبي انه بيكون اول من بلش بيكون كمان فترة فحوصات بالمدارس بس اكيد نحنا فيه تعاون تام مع المدارس بيتوزع البروشير والبروغرام بيتوزعوا بقلب المدارس وكل التلميذ بيمرقه لكن ليس كما بيجو بصفة مدرسية بصفة مدرسية مضبوط شيخة العمل كتير كبير ومن سنة لسنة عم يتطور وعم تركزوا عليه لانه كمان كل العالم تحب تتلعب كفية إن كان سيف إن كان شتي ولكن الشاتوية سر إلى طابع كريسمسي أكتر قدي عم يخد منكم مجهود وكم شخص عم يشتغل على هالمارشي يعني من قبل بقدبت بالشي تحضري له يعني بتعرفي مرح تسدق بس يعني بيشوف هيك نشاط بيفكر إنه فريق عمل كتير كبير بالحقيقة إحنا خمس أشخاص منشتغل على هالمشاريع خمس ساعة منشتغل على هالمشاريع ودايما كان أكيد بالتعاون مع البلدية حد بلدية السبقة يعني لو ما من هالتعاون ما كنا قدرنا عملنا شي لها كل شي لوجستي بديك عمال بديك يعني ما فيك تعملية هيك لوحدك بقى وهلأ صرنا بالبلدية كمانا الاشياء بعد بتهون أكتر بس أكيد إنه ما فيك تعمل ما في حدا يعملها واحد من هيك أنا كل ما قطلع وإحكي عن مهرج عن هالنشاطات بقول إنه لازم كل شاب وصبية بيضايعته يروحوا هني على البلدية ويحمصوا البلدية على هيك شي لأنه هالنشاطات إلى كتير وقع إجابة بين أبناء البلد الوحدة وخصوصا إنه في كتير من أولاد الضياع بيشتغلوا بغير مناطق أو بيروت أو خصوصا من مناطق الضياع الجبلية كتير الشباب ينزلوا بيشتغلوا بيروت تهلوا هالشباب يرجعوا على ضياعهم يرجعوا يشوفوا بعضهم يرجعوا يتعرفوا على بعضهم ويخلقوا هيك جو ألفة بين بعض يلي الأيام الصعبية اللي امرأنا فيها فقدنا هالحس هيك الضيعة واللبناني حتى العيلة ما بتجتمع فهي بتكون بش بس مقصد للزواء بتكون مقصد لأنه العيلة كمان تجتمع وأبناء المنطقة يكونوا موجودين مزبوط ووقتها يكون في نشاطات هيك بتضيع عم نفتح مجال كمان لكل المواطنين يعملوا شوية سياحة لبنانية زمن وبصير واحد ياخد أولاده يبرق من منطقة لمنطقة يروح يزور مناطق يمكن مش شيفة يعني كتير مهم ويتنعمل بالأدرات الموجودة يعني مدرورة إنه يا معنى ما بعرف قديش لنعمل شي كتير كبير وقال لما بنعمل شي لأ غلط من هيك نحن عن كل حال كل النشاطات اللي بتصير بهالنشاطات اللي نعملها ما لنا كتير مكلفة يعني ما منجيب فنانين كبار وما منجيب مع أنه عنا كتير فنان بيجوا بيزورونا إن كان يعني ديك سنة كمان إجا زارنا راغب عليهم هيك منوجه له كمان تحية إجا تفرج بس إنه ما عنا كلفة كتير كبيرة من هيك عم نقدر نخلي يكون كل شي مجاني وعم نقدر نجذب الناس يطلعوا ينبسطوا بشي بسيط مش شي مفلسف يعني وهذا ننصح الكل يعملوه أكيد يعني ما في شك إنه بكفية حلو بكل المواسم بس إذا أنا نسأل الشيخة نيكول جميل شو أحلى شي بكفية شو بتقولينا أنا ليه؟ بكفية كله لو بتشوف عيونك كيف شخص مغروم بحضن هيك عيونك صاره أنا شخص مغرومة بضايعتي هاي مغرومة ببلدي أكيد كله بس مغرومة بضايعتي باعترف أنا بحب كل شي بكفية ما بقدر بس صحيح إنه فترة عيد الميلاد و هالأرزات يلي بينحطوا هيك الشبخين فعلا على قلب يعني أعيد الميلاد لقلب بكفية شي مميز يعني شيخة عيلة الجميل كيف هلأ بإضاءة الشجرة كلكم رح تكونوا موجودين؟ عادة منكون كلنا أوكي هالسنة زادية شفر هالسنة زادية شفر هالسنة زادية شفر هالسنة زادية شفر إن شاء الله بضلكم أجمعين الله يخليكي لأنه بكفية هلأت حلوة لكل يلي ما بيعرف بلدة بكفية وجميلة رح نتعرف على الجميل بهالريبورت نحنا وإياكي بكفية البلد النموذجي اللبناني قلبا وقالبا كلمين بيزورة بيتمتع بالمناظر الخليبة وبيرتوي من نبعها نبع النعص النابع من أعالي جبل صنين بتعلى بكفية 910 كم عن سطح البحر وبتبتعد حوالي 25 كم عن العاصمة بيرون وإلى جانب هندسة المعمرية ومياها المعدنية تمتاز بكفية بعيد الزهور يلي بدوم عدة قيام ولعل اللغة السريانية هي يلي طبعت اسم بكفية الأديم والعريق والثناء التركيبي بيت كفية وبيعني البيت الصخري أو البيت الحجري ولعيد الميلاد ببكفية أجواء روحية فأصبحت بكفية عنوان أساسي وقرية ميلادية نموذجية بتحتفل بعيد الميلاد من خلال أحياء الروح الميلادية بقلوب الزائرين أبناء المنطقة بيجتمعوا كل واحد على طريقته الخاصة لعرض منتجات ميلادية من صنع إيديهم أما أطفال المنطقة فبيحيوا الميلاد من خلال ريسي ثلاث ميلادية خلال المهرجية شاي خريكل شو برأيك قدرنا نعلنا أجواء بكفية مضبوط أفتكر يعني أنا كنت لو شفت هايدي على التلفزيون عن ضائعة ما بعروفها كنت ركدت أكيد لا في شك أن كنت ركدت كرئيسة بلدية شو هي الخطوات اللي عم تقوموا فيها بالوقت القريب أو بالوقت البعيد كفية فيها شغل كتير عم نجرب نخلي أولوياتنا واقعية لأن الأحلام كلفتهم عالية وبتعرفي أن البلديات ميزانياتها محدودة إن شاء الله نقدر بالقدرات اللي عنا إياها نحسن ضائعتنا للأحسن عنا مشاريع لقبل الصيف إن شاء الله أنه من هلأ للصيف كل أبناء بكفية يحسوا بتغيير شو هن الأمور اللي لازم تغيروهم بكفية؟ يعني عندكم مشاريع لازم نغيرها شو اللي لازم يتغير ويتحسن بكفية؟ هلأ بتعرفي كل واحد وقتها بيعيش بضيعته بحس بنقص بحاجات بقى العام رح نبلش بالحاجات الإميديات يعني الضرورية للأبناء وللقبار وللصغار هلأ حطينا على سكة إنشاء أو إعادة تأهيل الحديقة العامة بدنا كمانا نجرب نعملها أم تعرف بكفية بيقطعها هي ضايعها كتير مرة يعني تقطع على المطقل مضبوط بقى كتير ضايعها بيمرق فيها سيارات مسرعة وكاميونات السرعة بقى اللي رح نعمله إنه نجرب نعمل ممرات آمنة للمشات ولتخفيف السرعة لأنه بيمرقوا بسرعة هيلة وغير هيك فيه عندنا كتير هلأ مش رح نفوت بتفاصيل البلدية بس فيه كتير مشاريعا الله راد من هلأ لقصم منا رح تتحقق قبل الصيف والباقي شوي شوي يعطيك ألف عافية شيخة بدي أرجع شوي على المهرجان الكريسمس يعني بتحرص إنه يكون هذا المهرجان له طابع لبناني يعني لأنه شفت بالريبورت حتى الأغاني شرقتوا يعني الأغاني الكريسمس اللي بنعرفها نحنا مشارقينا انتو أديك تحرص على هيدا الشي يعني اللي بنحرص عليه أكتر شيء أنه يضال جو ميلادي من هيك هلأ سأبت أنه سمعت أجواء هيك شوي لبنانية يعني بس يالي القنستان يعني اللي دايما موجود هو الجو الميلادي بس الموسيقى وهيك أكيد بتتغير يعني بيمرق أغاني ميلادية بكل الألحان واللهجات بس الطابع الميلادي أكيد بيضل هيدا لنحرص عليه إنه ما يتحول هالسوق لغير شيء أو يروح لغير محل نحنا بدنا يا ميلادي جو ميلادي محط جو فرح ودايما طابع الدين يعني بيمرق الترتيل مع الروحي مع الأغاني طبعا الكريسمس كيرولز اللي رح نشوفهم بيب كفية بإذن الله الله ما نتمنى لكل التوفيق سايفاني كوليج مني يعطيك ألف عافية ما رح نقلكم جوية نوال هلا منقلكم بكفية لها أكيد نمدنا دعوة هنا أهلا وسهلا ما نضوي شجرة معكم بإذن الله يعطيكنا ألف عافية ميرسي وأنتو كمان أهلا وسهلا